وصل صوتك إلى أربعة له اليوم أول مرة في تونس الجمعية والمنظمة اللي عندها فارع في تونس منذ 2011 ينشط في تونس بعد الثورة أنه اليوم تعقد مجلسها التنفيذي في تونس شو المعنى متعه؟ المعنى سهل وواضح أولاً هذا أول مجلس تنفيذي بعد المؤتمر اللي تعقد عام 2016 وقدنا نعقده في تونس لسبب بسيط جداً وأنه منذ الثورة نخدمه على تونس عنا مكتب في تونس اللي عنده زوز ما كاتب واحد في سيدي بوزيد وواحد في الكيف ما كاتب سند نخدمه في تونس بشكل جيد وتونس عملت تقدم كبير في مختلف المجالات متعلقة بحقوق الأنسان وفي الموضوع اللي يهمنا أكثر منهض تعذيب اليوم كما تعرف اللي تونس بمقتدد دستور الجريمة الوحيدة التي لا تسقط بالتقادم هي جريمة تعذيب ثمج جريمة أخرى اللي لا تسقط بالتقادم باستثناء جريمة تعذيب كذلك في تونس أحنا البلد الوحيد تونس هي البلد الوحيد اللي يعمل هيئة الوطنية لمقاومة تعذيب اليمبيتي اللي في المنطقة العربية كل ما تماشي تونس صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهض تعذيب وعملت الهيئة هذية اللي هي من مهامها زيارة جميع أماكن الاحتجاز كذلك تم تنقيه عدد من القوانين مثل مجال الإجراءات الجزائية باش يتمكن المحامي باش يحضر مع ذي شبهة حالة استدعائه لدى بحث البداية اللي هي حاجة مهمة إذن ثم تقدم كبير عملته تونس على مستوى التشريع دونك هو اعتراف بهذا التقدم ومحاولة لأنه نقول للعالم للدول اللي مزال فيها معناها فم تعذيب تونس موديل حبينا هذية اللي نقولوه أولا تونس نعترفه كما قلت بالشي اللي عملته نطلبوه منها باش تواصل باش ما يصيرش ارتداد على المكتسبات هذه ونوريه للعالم خاصة في المنطقة هذه وفي العالم أجمع وخاصة في المنطقة وأنه اللي عملته تونس سراء ومثال يحتذا مثلا حكاية للجنة هيئة مكافحة تعذيب رغم المشاكل اللي فيه رغم المشاكل اللي نتونجوها وما بالطبيعة المشاكل أكدنا عليها هيئة مكافحة تعذيب كما قلت الوحيدة في المنطقة علاش الدول الأخرى ما تقتديش بالمثال هذا هذا حبنا بلغناه وبلغناه للناس الكل بلغناه لسيد رئيس الجمهورية بلغناه لسيد رئيس الحكومة كي قابلناه لكن أيضا قلنا رأيه ما زال ثمه مشاكل ومشاكل كبيرة فيما تعالق بالتعذيب شو المشاكل المزل موجودة؟ المشكل الكبير الأساسي تناجع لقاء رئيس الجمهورية المشكل الأساسي الكبير اللي مزال موجود هو أنه ظهر التعذيب قاعدة ترجع بقوة وأنه الناس اللي مارسوا في التعذيب قاعدين يفلتوا من العقاب شكل كبير تعنيف أو تعذيب؟ تعذيب والاتفاقية دولية لمنهض التعذيب راهي بالنسبة لها جميع هي اسمها اتفاقية دولية لمنهض التعذيب وجميع أشكال العنف وحتى الإهانات تم داخلها في الإطلاق ونحن نحن وين في تونس اليوم؟ خدر نتحكي على ممارسة أمنية عنا تعذيب كبير تعذيب لكن الشيء اللي علش نقول ولي تم إفلات من العقاب أنه رغم الشيكيات اللي تقدمت بالمئات ثم تقولوا عنا ميتين مثلا حالة حتى اليوم أحنا كمنظمة كمنظمة العالمين لمنهض التعذيب منظمة أخرى كالرابطة تونسية للنفاع عن حقوق الأنساء كالمنظمة تونسية لمنهض التعذيب وغيرها من المنظمات قاعدة تقدم في شكايات يوميا تم مئات ولا شكاية مش شكاية هذية وفات بحكم من أجل التعذيب تم أحكام صدرت من أجل تجاوز السلطة من طرف الموظف من اعتدام الموظف عمومي إلى غير ذلك لكن كتعذيب اللي هو جيناية عقوبتها من 8 إلى 12 سنة في المجلة الجزائية ما صدرش حتى حكم هذا مش معناها مثلا ماش قضايا سمعي سمختار تريفيني برئيس منظمة العالمية لمنظمة التعذيب في نفس الوقت تقول أنه ما زال عنا التعذيب وفي نفس الوقت المنظمة العالمية جي لتونس بش تعمل الاجتماع متاحها سألتنا شنو نوعية التعذيب وين يصير التعذيب هذا في السجون في مراكز الإيقاف في البحث البداية وين يصير يصير في كل هذه الأماكن وحتى في الشارع بيه الكف مثلا أنه بوليس يضرب واحد الكف تسمى تعذيب وبش نفهم هنا لا لا يسمى تعذيب الأشكال شنوه في القانون التونسي عنا يعني خطأ التعريف القانوني لجريم التعذيب في القانون التونسي الفصل 101 مكرر مجالة الجزائية ما يعتبر تعذيب إلا العمل اللي من أجل انتزاع اعترافات تعريف هدايا بالتالي العنف اللي يصير في السجن العنف اللي يصير في الشارع العنف ما يعتبروش تعذيب وقت اللي الاتفاقية الدولية لمنها التعذيب تقول انتزاع اعترافات للتشفي إلى غير ذلك معنى مش فقط الانتزاع اعترافات وقت اللي يعون يمارس في السلطة العمومية ويجي يضرب واحد مش بش انتزاع اعترافات هذك طبقة التعريف الدولي متاع الاتفاقية تسمى تعذيب القانون التونسي مش متلائم مع الاتفاقية الدولية رغم اللي كما تعرف الاتفاقية الدولية المصادقة عليها أعلى مرتبة من القانون التونسي بمختصة دستور اللي ما يمارس يمارس في أماكن الاحتجاز في المركز أثناء الإيقاف أثناء الإيقاف وحتى فشارة ونبهنا لهذا وطالبين تنقيح الفصل المياه واحد باش يتلائم مع التعريف اللي عطدته الاتفاقية الدولية للتعذيب هذك عليش في كثير من الاحيان نجيو أمام القوضات نقولوا هذا رأو تعذيب بالمعنى البسيط نقول لك لا مش من أجل انتزاع اعترافات لترويذ لا يتسمى يعني تجاوز حد السلطة لأنه جريمة التعذيب كما قلت لك جيناية إيميل مشكلة سامح لسي مختار الأستاذ مختار تريفي ناب رئيس المراظم العالمية المراظم التعذيب المشكلة أنه السلوك متاع عون الأمن خديما هوي نحكيه على عون عون أمن عون سجون عون سجون المشكلة أنه ساعات بشي فض العركة مثلا بينزوز ولا بشي يوقف واحد معناها يحب يهرب ولا كذا يقول لك أنه يخدم في خدمتي في السجون وقت تصير عركة بينزوز بشي يخرج وستعمل شوية عنف بشي فض العركة هذيك هذا يقول لك ما يصير يقول لك رهو ساعات سامحني سي مختار يقول لك رهو ما يتكلم ساعات كان مرة هجو بزو كفوف هذيك هذيك تسمى تعذيب هذيك عيني عينك تعذيب لأخرين الأخرين يعني السيطواتي اللي ذكرتهم الحالات اللي ذكرتهم مقبل ثم وسائل اللي معروفة في الدنيا الكل للسيطرة على المجرم ما يحبش عندك أعطاك القانون حدود اللي تستعمله أما الوقت اللي ثم إفراد في استعمال القوة يتحول إلى تعذيب جي أنت مش توقف واحد كما نشوف بعد ما وقفته هبط عليه بالمشتو البونية والمرفق والإتحاد هذا كي تسمى تعذي أنت دجا شادو إيموبيليزي وشفناها جاب ربي الفيديوهات والت موجودة الحاجة الأخرى اللي هي مش معقولة ونشوفوها ديما وثم برشة شكيات وقدمنا شكيات في هذا طلعوا اللي كرهبت الأمن وفي الكرهبة هيك الكعبات هيك الكعبات العون العمومي ما عندوش باش يرد الفعل أنت ما حبش يقفلك ووقفته ما عندكش مش ترد الفعل كأنك أنت زوز زوز تعارك في حومة تعارك في حومة ضربني ضربته لا أنت عندك القانون أنت قوة القانون اللي يعمل جريمة بما فيهم جريمة في الاعتداء على العون السلوك السلوك أستاذ مختار مختار تريفي السلوك هذا موجود عن معنى هذك فش تعلموا يخدموا هذاك عليه شحنا نقوله صحيحا وقالين نقصوا نقصوا برشة برشة هذاك عليه شحنا نقوله ننظم الحاجات اللي ضروريين حالا قلناها للسيد رئيس الجمهورية قلناها للسيد رئيس الحكومة برح كنتوا قابلتوا رئيس استقبالكم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قلناها الحاجة الأولى هي تكوين الأعوان ما لرزمان ما صارتش إصلاح المنظومة الأمنية صار تكوين صار ما هيش قاعد يصير بالشكل التكوين ضروري وأنه يركز من ضمن ما يركز عليه على المسائل حقوق الأنسان الحاجة الأخرى اللي هي ضرورية توفير الإمكانيات العلمية والفنية للأعوان للوصول إلى الكشف عن الجرائم لأنه اليوم في كثير من الأحيان العون يقول لك أنا ما عندي إمكانية للتحقيق اللي نعطيه الزفوف كما قلت أنت باش يقر باش الجريمة صارت ما ثم وسائل موجودة في الدنيا الكل وموجودة حتى في تونس في بعض حال التي استعملوها للكشف عن الجرائم توه هذا التصرف هذا موجود كان في تونس حتى دول دول المتقدمة دول الأفرانس أمريكية موجود فيها موجود فيها هذك علاش احنا رأي منظمة عالمية ونخدمه على دول هذية نخدمه على دول كما تونس ونخدمه على دول كما أمريكا ونقوله الكلام هذية وحتى في بياننا هذية الأخرانية متاع المكتب التنفيذي اللي صار في تونس اللي هي تنفيذية اللي صارت في تونس نذكروا اللي العملية هذه مش كان في تونس في كثير من الدنيا ونقوله اللي ضروري أنه ما ناخذوش مثال على الدول هل اقترفت الذنب الفوريني يستعرف طول عادة يقول غلطتو كذا هل العقلية عقليتنا نحنا سوك تربح لا 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 في الدنيا في الدنيا الكل الناس الحماية الشخصية يخليه هو أنه يسوك في الدنيا الكل سوف في البلدان الاخرين ثم وسائل علمية كونفاندروا الكريمينال باش باش تحصلوا باش تحصلوا خرج منهم ما عندوش باش يمشي هم عندهم مثلا حكاية التحليل الجيني انتي قلت ماكش موجود في مصرح الجريمة يلقى لك شعرة طائحة منك فاك البلاس تكونفاندو إلى خير ما ندخلوش دونك احنا بنسبة لنا مش على خطر أمريكا تستعمل تعذيب يجب أن نستعملوه بالعكس نحن في المنظمة العالمية من نهات التعذيب ندينو الدول هذية وندينوها أكثر حتى من الدول الصغيرة اللي عندها الامكانيات باش ما تنسوش لهذاك والحاجة الأخرى نقول هالك في سع في سع فالدول هذية وفي دولة كي ما تونس طلبين منها ما نقول ليش اللي ما يشوفها التعذيب آما كيصير تعذيب اللي يرتاكبه يتعاقب تبقى القانون نحن يصير التعذيب وما يتعاقبش تبقى القانون باش نحكيه على الهيئة ونصيري مقاومة التعذيب بعد شوية الوضعية متاحة مقبل توصية من التوصيات اللي خرجوا بها خرجوا بها المكتب التنفيذي أو المجلس التنفيذي متاع المنظمة العالمية منهضة التعذيب حول معاملة المهاجرين السريين في البلدان كما نعرفه إيطاليا نعرفه يمشيه الفرنسا نعرفه يمشيه الإسبانيا نعرفه يمشيه الأمريكا الشمالية اللي جوها من أمريكا الجنوبية التعامل مع الهجرة السرية توصية متاعكم شنو؟ توصية متاعنا هو أنه أحنا المنظمة العالمية للمنظمة التعذيب هي شبكة منظمات SOS Torture ضد في العالم أجمع عنا أكثر من 200 منظمة داخل أنه توصية للمنظمة هذية بسهر على حقوق المهاجرين وصياناتهم من التعذيب لماذا؟ لأنه لاحظنا وأنه يتعرضوا لتعذيب على جميع المستويات أولا في البلدان اللي هما خرجين منها خرجين منها من تونس من أفريقيا من نجا وخاصة من أفريقيا يهربوا من التعذيب يهربوا من الحروب يمشيوا البلدان اللي هي باكن عبور كما ليبيا كما تونس في كثير من الأحيان ظروف الاحتجاز متاعهم وقت اللي يجدوهم أكثر من التعذيب ظروف لا إنسانية والدول الأوروبية وقت اللي ترجع الناس هذو ما ما تخليهم شي هاجر فمالاشتير فمالنين فماليين مع ذلك موجود ظروف الاحتجاز مثلا اليوم البحرية الإيطالية عاملة حاجز على ليبيا وترجع في الناس هل فبتوا فان الظروف الناس اللي ترجعوا ما دونكا محطوطين يتمارس عليهم تحمي أمنك أي لا تحمي أمنك لكن بحترام حقوق الأنسان وهذا أنت راك التزان كدولة يقولك أنا ما همنيش فيك أنت في البلاد لا 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 أنت ما تجينيش لبلادي وكهو ما نجيكش لبلادك ثم حقوق إنسان اللي هي المنظومة الكونية اللي حقوق الأنسان ماشي عن ناس كل وانت معترف بها في بلادك الآن المنظمات الدولية اللي حقوق الأنسان هي معناها تهتم بالناس هدوما بالمهاجرين هدوما وإلا الدولة اللي مانع أنوا الناس تجاهها الدولة اللي مانع اللي مانع الناس تجاهها يلزم كي تمنع تضمن شروط المعاملة الإنسانية للناس هدوما ها ونعتيك كي ما نجيك نضمن شو نعمل لا ما تنجيك تضمن أنت تتعامل مع دولة ليبيا أنت اليوم البحرية الإيطالية تتعامل مع دولة ليبيا في منع المهاجرين يلزم تفرض على الدولة الليبية اللي انت تعامل معها احترام الحاجات اللي انت التزمت بهم بمختضاء مصادقتك على اتفاقية الدولية لمنها التعذيب نعطيك مثال مثلا اليوم الدول الهذية في أوروبا تشد ناس جايوا في الهجر السرية منهم توينسي اترحلهم البلدان الاتفاقية الدولية تمنع ترحيل أي شخص لبلدي ولمارس به التعذيب الدول الهذية الأوروبية جاي ايش تعمل اشترح الواحد البلد يمارس به التعذيب وتعرف يمارسه حتى كان هو مش مهاجر من أجل أنه كان معذب مهاجر طلبا للعمل مثلا طلبا للعمل اما اذا كان خوفا ان يمارس عليه التعذيب لسبب من الأسباب ممنوع عليك باش ترحله الدول هذي ايش تعمل تقول هانا حصلنا على تعهد من وزارة الخارجية في البلاد هذيك اللي مش مش يعذبوه لكن بعد كيروح لبلاده عندك شي انتي اي امكانية باش تثبت عذبوه ولا معاتش يهمني لا انتي عندك تعهد انتي عندك التعهد من وزارة الخارجية متع تونس أنوا ذاك انتي عندك التزام قانوني اللي يجب تحترمه والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خرجت عشرات أو مئات القرارات الدين فيها في الدول الأوروبية بما فيهم إيطاليا اللي يتسلم ناس الدول وقبل الوقت بنعليه تونس كانت من ضمن الناس اللي تم برشة أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد إيطاليا لأنه سلمت ناس يمكن تعرضوا لتعذيب في تونس هذي التزام قانوني خذات الدول هذا ما فرها علي حتى حد دونك يجب تحترموا المحكمة الأوروبية اللي حقوق الإنسان تقول لها يجب تحترموا دونك تم التزامات قانونية المهاجرين اليوم ولا الدول الأوروبية أنا رجعهم لك وأعمل بيهم اللي تحب تحب تززرهم تحب تعذبهم تحب تعمل بيهم تحب تحب تفضل هذي مش معقول هذي كعليش ومش كانت في الدول الأوروبية دول أمريكا أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية مع المهاجرين اللي يجيوا اللي يحبوا يعملوا لهم حيط مع المكسيكسي ترامب يحب يعملوا لهم حيط هذي كزايدة ممارس تعذيب والممارسات غير الإنسانية وغير اللايقة تتمارس عليهم سمحني سي مختار تريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لموناهضة التعذيب التوينسة اليوم وقاعدين نشوف لهم الفترة الإخرانية برشا يعني التوينسة قاعدين يهاجروا بطريقة غير شرعية ومعنيها ازدياد العدد وحتى معنيها الديوينة والحرس البحري وكل يقولوا الكلم هذا تونسي لم يشي الغادي معنيها هل أنه اليوم في وضعي تونس الحالية مع إيطاليا ولا غيرها ما تنجمش خاصة إيطاليا ما تنجمش ترجعوا لتونس على خطر ممكن يتعرض تعذيب لا 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 في تونس تم الإقرار من طرف الدول الأوروبية أن تونس بلد ديمقراطي وقاعدين يرجعوا وأعداد كبيرة قاعد ترجع من ألمانيا وثم اتفاقيات إعادة القبول بين تونس وبعظم الدول ما عادش قبل سيفري كان ثم ناس يقولوا هذا ما عادش موجود يرجعوهم وقاعدين مطار نفيدة يقبل في أعداد كبير ومطار تونس يقبل في أعداد كبير من ناس اللي يبعثوا فيهم في ألمانيا وما ثم حتى مشكل أحنا اللي طلبين احترام حقوق هؤلاء غادي وهنا وضعية هيئة مقاومة التعذيب في تونس اليوم اللي هي هيئة تم انتخاب أعضائها من مجلس نونة بل الشعب اللي يمتعيش دون إمكانيات معناها يكون حتى التوى لم يسجل ما نذكرش أن عندها معناها نشاط نشاط يذكر في مجال مقاومة التعذيب والعلاقة لم يبرزش نشاط يذكر ربما لي قلة الأمكان شو الوضعية متاحها بالضبط وشو الدعم اللي منظمة دولية تستخدمه بالنسبة الينبت الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب تم انتخابها وصارت برشة مشاكل أولا فيما يخص الامكانيات فيما يخص الإطار القانوني القانون متاع الهيئة يقول اللي اثنين من الأعضاء اللي هم الرئيس ونائب الرئيس فقط متفرغين بالتالي يخلصوا الوضعية هذه من الأول من اللي تعمل القانون وأنا شاركت في سياغة المشروع الأول قلنا راهو مش ممكن عليش لأنه متنجمش تخدم 16 واحد زوز برك متفرغين دخلوا مزوروا أماكن احتياج لها برشة ثم مسألة امكانيات وتحلت المشكلة هذه في الأخر استقالت الرئيس ومن جويلة استقالت لليوم تمش تعويضها تم تعويضها لكن الأمر ما تمش نشره وقلنا للسيد رئيس حكومة البارح سيد الرئيس رأوه مش معقول وأن الحكومة مش تنشر أمر بتعيين الرئيس يقعد هالمدة هذه الكل وعد وأنه سيتم التدارك أحنا طالبين وأنه تتوفر لإمكانيات إضافة إلى ذلك هي قاعدة تقوم في خدمة للأسف مش بارزة قاعدين يزوروا في أماكن الاحتجاز قاعدين يبعثوا في تقاريرهم للجهات المعنية فيما يخص للتجاوزات مصاحبة هذه الهيئة وحسننا على تمويلات مهمة للعمل على مصاحبة هذه الهيئة في التكوين تكوين الأعضاء على حكية الزيارة وتكوين على إعداد تقارير إلى غير ذلك واضح سي مختار تريفينا برئيس المنظمة العالمية لمنهضة التعذيب مؤخرا فما فلوس تصرفت لمعنيها تعتات من وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئة الدستورية وغيره تعتات للمجتمع المدني هذا تقال وتقول النيبة ليلة شتاوي أنا فما فلوس تعتات لجمعيات إسلامية هل فلوس هذو من قيمتهم 400 ألف أورو اللي جاءوا من عند فرنسا في شكل هبة لدعم المجتمع المدني للتكوين الإعلاميين على علاقة بحق الإنسان وكذا أنت كنت موجود في في الكميتيت البيوتاج هل فما شكو تخذي فلوس شوف أنا يظهر لي والسيدة ليلة شتاوي هيتو تحكي لنا بعد شوية اللي ثم نوع من ال 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 الخلط هو الفلوس تعطات للوزارة بيش في التعاون الثنائي بين فرنسا وتونس ثم الكميتيت البيوتاج اللي أنا فيه آما على حد علمي ما رزمان ما نجمش نحضر لدرني الآخر الهليامات ما نجمش نحضر لدرني ما عنديش معلومات دقيقة آما يبدو لي هي لي ثم أنشطة مش تتعمل في مجموعة من المجالات في علاقة بحق الإنسان و في علاقة بحق الإنسان و ثم ثلاثة فيما خص حرية التعبير فيما خص حق الإنسان في خص البون جوفيرنانس يبدو لي وأنه في الإطار هذا لكن ما نعتقدش لتعطات فلوس مباشرة لشخص معين أو لجمعية معينة أنت موجود شنو دورك في الكميتيت البيوتاج دورنا هو التوجيه دورنا هو السهر على أنه الشفافية الشفافية والفلوس هذه تمشي كمتطوع طبعا غلطي أنا اللي ما حضرت الاجتماع الفات ما كانش عندي إمكاني هاتاك عليش ما نجمش نجيبك طوى نقول لك شنو اللي صار في الكميتيت البيوتاج حب نثبت خطرنا شكرا ليكسي مختار بارك الله فيك الأستاذ مختار تريفيني برئيس المنظمة العالمية لمنهضة التعديد